اعلن صندوق العمل تمكين عن بدء تسجيل للدفعة الأولى من البحرينيين في البرنامج التدريبي للأمن السبراني بالتعاون مع معهد الأمريكي سانس والذي يعتبر أكبر معهد تدريب للأمن السبراني على مستوى العالم هذا وأكد سيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين التزام تمكين بدعم الموارد البشرية في المملكة وذلك بما يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادية ويهدف البرنامج لتأهيل عدد من البحرينيين للعمل في تخصصات الأمن السبراني من خلال تزويدهم بالمعارف اللازمة في مجال الأمن السبراني كما يساهم في منح الكفاءات البحرينية الفرصة لمتابعة هذه المهنة المطلوبة للغاية والوصول إلى عالم من الفرص في المملكة وخارجها